المبحث القادم يتكلم شيخ الإسلام بن تيمي رحمة الله عليه على طريقة أهل السنة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم على كلام غيره كائنا من كان لا يقدم كلام أحد ولا مذهب ولا اعتقاد ولا طريقة ولا منهج ولا فلسفة ولا منطق ولا شيش في المقابل هؤلاء المتكلمون الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات الإمام بالله عز وجل وجوده أسمائه صفاته أفعاله جعلوا المذاهب التي استقوها من الفلاسفة فلاسفة اليونان هي أصلا يعتمد عليه في قبول ما يقبله العقل مما يرفضه فجعلوا نصوص الكتاب والسنة معرضة للقبول والرد ولهذا جعلوا هناك قاعدة كما ذكرها الرازي وتابعه على ذلك كثير من هؤلاء فقال إذا تعارض العقل مع هذه النصوص التي جاءتنا بالوحي سواء من القرآن ومن السنة طبعا أسهل فهم يجنون على نصوص السنة مثل شربة الماء كما يقال وهذا لأنهم يزعمون أن السنة جاءت يعني أكثرها أحد والأحد لا يمكن أن يقدم على البراهين اليقينية العقلية لكن حتى نصوص الكتاب جاءوا إليها فقالوا إذا تعارض العقل مع نصوص الكتاب فحينئذ يقدم العقل ليش؟ ولهم في ذلك شبه فها هنا شيخ الإسلام في هذا الفصل يرد على هؤلاء يرد على هذا المذهب الخبيث الذي في حقيقته يؤدي إلى تعطيل جملة كبيرة إن لم يكن عامة النصوص الشرعية والأحكام الشرعية الفقهية العملية العلمية كل هذا يرد ويعطل لأجل ماذا؟ لأجل هذه القواعد التي اختربها هل هذه القواعد هي التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها جرى عليها الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا فها هنا شيخ الإسلام يريد أن يتضح الفارق بين طريقة أهل السنة وطريقة هؤلاء فقال فصل ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هذه لا يمكن أن تعزلها عن اعتقاد أهل السنة والجماعة لا تأتي وتقول أنا فقط على القرآن أو تزيد تقول أنا فقط على القرآن والسنة بل لا بد من ضميمة إلى ذلك وهي اتباع ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم قد ذكره الرب تبارك وتعالى في كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بأحسان رضي الله عنهم ورضوانا فلا بد من اتباع الصحابة رضوان الله عليهم قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يجب عليك أن تدرك أن الله عز وجل ذكر سبيل المؤمنين في هذه الآية لم يهمل هذا القيد فإذا ذكر في هذه الآية هذا القيد معتبر ما يمكن أن تلغيه وتقول أنا أتبع الرسول طيب سبيل المؤمنين لا ما يهم لازم أنك تعرف أن هذا قيد معتبر هذه قاعدة من قواعد اعتقاد أهل السنة والجماعة قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يجب أن تقف على معرفة هذا الحديث والتفقه فيه وتدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بالسنة لكن أيضا حذرنا من الوقوع في البدعة محدثات الأمور الأمر الحادث الجديد في أمر الدين كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالإحداث ما هو الإحداث في أمور الدنيا كهذه الأجهزة التي اليوم نتكلم من خلالها هذه الوسائل المباحة البدعة هي ما يتعلق بالدين التقرب إلى الله عز وجل التدين لله تعالى أن تعمل هذا العمل لله تعالى أن تقول هذا القول لله تعالى أن تعتقد هذا الاعتقاد مخلصا فيه لله عز وجل فإذا هذا الاعتقاد أو هذا القول أو هذا العمل لم تكن عليه أدلة واضح من الكتاب والسنة وجرى عليها عمل الصحابة رضوان الله عليهم حينئذ لا خير فيها مولد نبوي تريد أن تسميه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم تريد أن تسميه تنزيه للرب تبارك وتعالى فلا تصفه بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا بد أن تبنيه على اتباع من الذي معك على هذا الاعتقاد من الذي قال هذا الاعتقاد بأن تصرف نصوص الكتاب والسنة إلى معنى مرجوح لقرينة عقلية أنت ابتكرتها أو أخذتها من فلاسفة اليونان من الذي عليه هذا الأمر حينئذ يجب أن تعرف هل قال الصحابة رضوان الله عليهم أنه ما تعارضت نصوص مع العقل فحينئذ إما أنك تفوضها فتقول لا أحد يعلم ما في معناها وما يعلم تأويله إلا الله فيشمل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنك تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمها لكنه خان الرسالة بأدائها إلى الأمة أو كتمها جعلها واحتفظ بها إلى نفسه كل هذه الأقوال واللوازم هي تبعات لهذه المذاهب المعدثة فحينما تنظر إلى أن الدين ممكن أن يؤخذ من غير طريق الصحابة رضوان الله عليهم هذه النتيجة فحينئذ لا بد أن يكون هذا بارزا واضحا في اعتقاد أهل السنة أن اتباع الصحابة رضوان الله عليهم أمر معتبر والذين اتبعوهم بإحسان وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وقال بعضهم الخلفاء يشمل كل الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة وبعضهم خصه بالأربعة ولعل المقصود أنك لا تخالف الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة وهذا ينبغي أن يتنبه عليه ليس فقط المتكلمون في إحداثهم ما أحدثوا في عقيدتهم بل من دونهم بل كل من كان عنده انحراف انحراف عملي انحراف كالمتصوفة المتصوفة أجناس وأصناف ومراتب الغلات وحدة الوجود أتباع ابن عربي أتباع الفصوصية أتباع الحلاجية أتباع ابن فارض بن سبعين نحو هؤلاء كل هؤلاء عندهم انحرافات منها ما يبلغ إلى الإلحاد والكفر والزندقة ومنها ما يبلغ إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما هو دون ذلك مما لا يخرج من الملة لكن كل هؤلاء لا بد أن يكون واضح عندهم مقدما عندهم قاعدة عظيمة أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن نتبعه وخير دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الصحابة رضوان الله عليهم اتباع السلف الذين حث على اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء هم أهل السنة ما يجعلون أحدا قدوة من دون الرسول صلى الله عليه وسلم يتأمل في طريقته يتأمل في أهده يتأمل في أخلاقه دون الرجوع إلى حاديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم افعال النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في السنة قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد سار اسما لنفس القوم المجتمعين والاجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثور الاختلاف وانتشرت الأمة ها هنا مسألتين أولا من هم الجماعة هم أتباع الكتاب والسنة وأتباع ما كان عليه الصحابة الذين تقدم ذكرهم فهذه الجماعة هي الجماعة التي دائما نقول عنها جماعة معنوية بمعنى جماعة دينية جماعة مذهبية هذه الجماعة تتبع مذهب الصحابة رضان الله عليهم وهناك جماعة أخرى وهي الجماعة الذين يستمعون بالأبدان وهي جماعة الإمام التي جاء ذكرها في كثير من النصوص حيث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باطباع أو بطاعة الأمير وعدم الخروج عليه بالسمع والطاعة له ويقرن ذلك بالأمر بالجماعة فهذه جماعة الإمام بأنك لا تخرج عليهم لا تستحل دماءهم لا تسفك دماءهم لا تستحل الخروج عليهم إلى نحو ذلك فهذه هي الجماعة الثانية فأنت مأمور باتباع جماعة الصحابة دينا ومأمور باتباع جماعة الإمام المسألة الثانية هي الإجماع وذكر ما ينضبط من الإجماعات والإجماع مسألة أصولية يعني ذكرها أهل أصول الفقه وتوسعوا في بيان مباحثها لكن المقصد أنك تعرف أنك تحاكم الناس إلى الكتاب والسنة والإجماع الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم لا تتجاوز ذلك فحينئذ ممكن أن تحكم هذا بدعة هذا السنة إلى آخرين